السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جمينا لكم المبرجة التقليدية تاء الناس زمان تجي كما كنت شاهدوا تجي الذوب يعني في اليد قبل الفم تجي من أروع ما يكون يعني أنا هذا تلبية لطلب إحدى المتتبعات لي اتبعوني نقول لكم أنا يعني من هذا المنبر فقط نقول لكم لأول مرة يزول القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس لديكم كل جديد وما تنسوناش بالدعاء إذا نحتاج هنا تذكيلة سميد متوسط ويكون بومبي هكذا كاس إذا شوفوا إذا هنا ديد تذكيسين بومبي سميد متوسط هنا السمن هكو تشوفوا اللي حيبقى يعني ثلاث أرباع ثلاث أرباع واللي يبقى حنكمله بالزيت العادي أولي يحب زيت الزيتون يضيف زيت الزيتون قلت هذه وصفة يعني تقليدية كاللي يضيف الزيت الزيتون كاللي يضيف الزيت العادي نحتاج ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة إذا نعاس البشيحة مررنا يعني المبرجة الماء وماء الزعف والغرس اللي نحطوه داخلها إذن نفضل دايما قلت الغرس تعالي الميزان اللي يتبع بالعظمة بتاعه كامل إذن هنا هنفرغ الملعقة عسل نحاول أنه كامل نفرغ العسل ملعقة كامل إذن بعد ذلك قلت السمنتانة مع شوية زيت قلت المعاثف كيسان سميد متوسط ملعقة صغيرة غير مملوقة ملح إذن الملح هنا فقط باش ما يجيناش ملسوس ونحاولوا نبسوه آن جيدا حتى يدخل لدم كامل داخل السميد إذن تما حاولوا تبسوها آن جيدا كما كنت شاهدوا نبقى آن يعني نديرها بين يديها حتى نشوف بلي السمن كامل ندامج مع ماسي آآ سميد إذن عاكوا تشاهدو قلت سميد متوسط ما هو آن تعال مقروط ما هو رقيق كامل لرطب السميد نخدمو به بسبوساء إنو بعض آن أخواتي يسألوا قولك سميد آآ المتوسط كيفاش إذن نزيدو هنا الماء ضفت له الماء الزار ونبدأ نشمخ إذن في المرجات تعال حتى نتحصلو علاجين تكون شوية فقط طريقة ما تكونش بزاف لأنو بعض السميد حيتشرب باش يجي أن بالضبط هنا حوالي أنا السميد تاعي شرب لي نص يعني كاس وتبقى كل واحد السميدوش حليتشرب ناخذو الغرس تعنا نحاول إنو نفتحو هاكذا كما كنت شاهدو إذن الغرس هنا اللي يحب يضيف له شوية قرفة أو لأن شوية مازها باش يجي طريق إذن يستعمل أنا قلت أنا دايما نجيب الغرس تعال الميزان يتبعو يعني يتبعو في يعني في في الأكياس والأخرين يجي أن هو جي يعني طريق لبسعلي يعني يجي تحفى إذن نفتح الطابقة الأولى نزيد إذن طابقة تعال الغرس كالآن طابقة تعال الغرس يديرها آآ يعني أكثر من هذه يعني كل واحد شان عنده الغرس أنا كان عندي هذه الكمية استعملتها كامل إذن حاول نفتح هنا بيدي ما استعملش آآ هنا يعني رولو تعال العجين بيش نحلو العجين ونحاول أنه نديرها على شكل مستطيل أو مربع إذن هنا لي ما عندوش هذه أن لوح هذه استعملها كيس بلاستيكي بيش يسهلوا العملية أنا معتدى دايما نحب نديرها في هذه يعني هذه الدائرة قلت لي ما عندوش يدير كيس بلاستيكي بيش يقدر يرفض مبرجة بكل سهولة شوف فقط هنا نسويها فقط بيش يجي ملسأ من الفوق إذن بهذا الشكل نحاول عندي الشكل قلت المستطيل نجيب تعام برجة لي ما عندوش قطع عادي هذه برجة فقط بيش يعطينا نفس الشكل كما كنتجدو إذن بش يعطينا إذن نفس الشكل شوف هاي آن برجة تعنا أنا ما نحبش نديرها عالية بزاف بيش طيب نفط طاجين ما طيبش آن نص طياب يعني ما ننقلب إذن هاي شوف شكلها آن يجي جميل ما شاء الله هالك شوف شكلها كيف يجي قلتكم أنا ما كثرش بزاف الغرس ولي حبي يدير آن يعني كمية الغرس يعني تكون نصف كمية يعني سميد هو آن حر شوف كنت شوف وآن والسمك حيكون رقيق باش آن نكمل كامل عملية ونكون حطيت الطاجين فوق النار حنا الطاجين يكون النار قليلة ما تكونش النار عالية بزاف حتى يعني ثم ثم يطيب الناء طيبنا مبرجة وما تكونش يعني طيب الداخل إذا هنا أقل من المتوسطة نحط الطاجين تاعي هنا طاجين ثقيل نحط مبرجة تاعي كما كنت شاهدوا ونخليها حتى تحمارنا من تحتها إذا كثرتوا عليها الآن التقلب ستكسروا لكم إذا أنتم أخلوها حتى طيب من تحتها شوف آن أعطيت اللون تحتها شوية قلبها للوجه الثاني وبعد ذلك يطيب نحوها إذا هنا شوف ما مستيت ولا شي إذا حتى بدأت تحمار من تحتها إذا هنا بعد ما حمارت لي شوف هذا اللون تال إحمرار هذا كل مغرف تال عسل كال يدير مغرف سكر وكال يدير مغرف عسل باش تعطينا اللون المحمر لها وامامكم باش جينا كامل مبرجة تعنا حمي مراكم ما كنت شاهدو إذا هنا أنا نبقى نطيف قلت نقلب ها حتى نشوف ها إذا هالك بعد ما طابت للجهة الثانية شوف نحط ها بجيه إذا نزيد نفس الشيء إذا لما شوف شوف لما شوف ها طابت شوف شكلها ما شاء الله شكلها إيشاهي أنا نبقى هاكذا يعني نقلب نشوف لي طابت نحيها ولي ما زالت نخليها راكم تشوف وآن آدت باش ما الطاجين تعنا هذا ما يفسدش لازم تكون لآن تكون يعني يعني لينتحركوا بها ما تكونش من حديد باش ما تجرحناش الطاجين ونبقى هالك نطيف فيها بهذا الشكل حتى نكمل كامل كمية وانا آن خليها تبرد ونرجع لكم في صحن التقديم هاي بعد ما برتتنا مرجع شوف وآن ما شاء الله الكمية يعني 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 العائلة كبيرة يعني ما شاء الله هكتشوف جاء يذوب في الفم يعني ما شاء الله هكتشوف وآن محمر قلت الملعقة عسل هي تخليها بهذا الشكل شفتوه إذا نحن نقسم لكم حبة شوف شكلها إذا نيجي يعني يذوب هذه بعد ما بردت شوف كيف هشجت يعني كي كنت كون سخونة ما تتشبعش يعني أنا نقول لكم جربوها أكلة تقليدية محظى ما فيها لا خميرة الحلويات ما فيها لا فارينة ولا إيش أنا اتعمد ندلكم وصفة تقليدية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بألف خير